واستصمت ان مريبة من قبل المجتمع الدولي والدول الضامنة كثف الاحتلال التركي والفصال الارهابية التابعة له قصفهم بالاسلحة الثقيلة على عدة مناطق في شمال وشرق سوريا وشمال غربي سوريا وتركز القصف مساء السبت بعشرات قذائف الهون والمدفعية على قرى زور مغار وشيوخ فقان الاهل بالمدنيين وبعض المزارع في الريف الغربي لمدينة كوباني وذلك لليوم الثالث على التوالي ما اسفر عن احتراق مساحة واسعة من الاراضي الزراعية مناطق زرجان بريف رأس العين المحتلة ومناطق في محيط تلتمر طالها ايضا قصف الاحتلال التركي والفصال الارهابية حيث استهدف عددا من قذائف الهون محيط القاعدة الروسية ومركز الكهرباء وقرية ام الكيف بريف تلتمر دون ورود معلومات عن خسائر بشرية قصف الاحتلال التركي وارهابيه استهدف كذلك قرية يعون الدادات وعرب حسن بريف مدينة منبج بنحو خمس عشر قذيفة مصدرها قاعدة الاحتلال التركي في قرية التخار في الاثناء تعرضت عدة مناطق في ناحية شيراوة وشر بريف عفرين المحتلة شمال غربي سوريا للقصف بالاسلحة الثقيلة وقال شهود من قرية مياس بريف شيراوة ان اكثر من عشر قذائف مدفعية سقطت بين منازل السكان واسفرت عن اضرار كبيرة بممتلكة المدنيين وبالتزام مع قصف استهدف قرص غانكا وزنا عيت بريف شيراوة ايضا شهدت قرية كفر انتوان وتنب التابعتان لناحية الشر قصفا بعشرات القذائف المدفعية اسفر عن اضرار مادية كبيرة